يا عجالة يا سيدة يا كرام الموقف العربي بالزيارة الأخيرة أو القمة اللي حصلت في القاهرة ما بين سمو الأمير تميم أمير قطر وما بين فخامة رئيس الجمهورية سيد عبدالفتاح السيسي في النهاية خلص بتصب في صالح بتصب في صالح موقف عربي موحد إن حصل في مسألة إنه عندنا القمة الخليجية العربية الأمريكية وإن كان هو ده كده كده هيحصل هناك حديث عن تحالفات كبيرة على مستوى العالم وتتم فيها اتساع الدوائر الحيوية لما بتحصل المناقشة في ظل موقف عربي موحد ثق إن انت هتطلع كسبان خصوصا إنه الموقف العربي فيه قوامه العام بتخطي كل التباينات هو يبحث عن حل نهائي لأزمة الصراع العربي الصهيوني في المنطقة قائمة على مبدأ حل الدولتين كويس عشان إيه لا يؤول الكلام ولا تقفز إلى انتائج قائمة على حل الدولتين أنا عايزك بس تتذكر ما فيش كلمة قالها رئيس جمهوريتنا خالص مش بقولك بس في قطار الوعد كلمة في الصعيد السياسي إلا وساعة جاهدا حتى تتحقق الرئيس بدل المرة قالها كذا مرة ومنها في أصر الأبا وهو يوم الاحتفال بتوليه رئيسا للجمهورية سنة 2014 زي ما حضراتكم تتذكروا قال في كلمته الرسمية إنه هو يعمل على حل نهائي لقضية الصراع الصهيوني العربي الصهيوني في المنطقة على مبدأ حل الدولتين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ده بوضوح تام هل في مرة حضرتك سمعت الرئيس قال غير كده لا هل في مرة شفت خطوات الرئيس والمؤسسات والأجهزة التي تعمل حول الرئيس بتعمل بعيدا عن كده برضو لا فأنا أطمئنك بإنه واحد العرب عندهم موقف مواحد اتنين المبدأ فيه مسألة الصراع واحد تلاتة اتساعد دائرة الحيوية العربية أربعة العرب غير منحزين وكأنها أقرب إلى كتلة عدم الانحياز زمان لو تفتكروا لما أسسها عبد الناصر وتيتو ونهرو حاجة أقرب إلى ذلك ولكنها أشمل أوسع في ظني المتواضع وأرجو أنه محدش يتدايق من إخوانا وأصدقائنا الناصرين هي أكثر رسوخا بكتير لأنها أيمة هنا على إيه مش أيمة بس على سياسة هي أيمة على سياسة واقتصاد مصالح مشتركة متعلقة بهذه الأمة سياسة واقتصاد اقتصاد يكون كمان أحيانا قبل السياسة في بعض الأحوال